كاشفت أخبار وردة من داخل النادي الإسماعيلي عن شيء محزن وكارثي وغريب بالنسبة للنادي الإسماعيلي يحدث في هذه المرحلة الأمر مؤسف جدا في نادي الإسماعيلي وهو الوضع المالي السيء لنادي بعد أن طلب مجلس إدارة الإسماعيلي جمع كل المواد البلاستيكية وزجاجات المياه المعدنية الفارغة والكنزات الفارغة ليتم وضعها في مخزن داخل النادي الإسماعيلي هذا الأمر تمهيدا لبيع هذه الأشياء خردة للمساعدة في حل الأزمة المالية التي يمر بها الدرويش بالطبع المبالغ ستكون بسيطة لكن المجلس الحالي يرى أن هذه المبالغ قد تساعد في مرتبات عمال وموظفين النادي أو شيء بسيط وهذا الأمر أغضب أعضاء وجماهير النادي الإسماعيلي ويقولون معقول وصل بالإسماعيلي أن يقوم بتجميع المخلفات وبحل الخردة شيء آخر يحدث وهو أن إدارة الإسماعيلي تسلم إدارة فريق الكرة مياه لللاعبين بواقع زجاجة مياه لكل لاعب توفيرا لنا فقط وهذا موقع نشر هذا الخبر الغريب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر